اشتركوا في القناة وما يقابله هذا الالتزام من تعنت ورفض من قبل ميليشيا الحوث الإنقلابية المدعومة من إيران وجدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف الحكومة الثابت في التعاطي الإيجابي مع جهود السلام المستدام والذي يتطلع إليه جميع اليمنيين تحت سقف المرجعيات الثلاث منوها بالرؤية الواضحة للمبعوث الأمريكي تجاه الدور التخريبي لإيران في اليمن وما تلعبه من دور مؤثر في رفض كل جهود السلام بغرض ابتزاز المجتمع الدولي قال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن المعارك التي خاضها الجيش الوطني خلال الساعات الماضية في جبهة الكسارة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن ثمانين عنصرا حوثيا إلى جانب عشرات الجرحى والخسائر في المعدات وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية دعم الشرعية دمر ثلاث عربات مدرعة وثلاثة أطقم كانت تحمل تعزيزات الميليشيا الحوثية ومصرع كل من كانوا على متنها فيما تم استعادة عربة مدرعة وعدد من الآليات والأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كسر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في جبهة هيلان غرب محافظة مأرب وقال مصدر عسكري إنما جاميع من ميليشيا الحوثي شنت هجوما على مواقع عسكرية في جبهة هيلان تمكن أبطال الجيش الوطني من كسر الهجوم مؤكدا مسرع ما لا يقل عن ستين عنصرا من الميليشيا الحوثية إلى جانب عشرات الجرحى وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفا مركزا استهلف مواقع وتحصينات الميليشيا الحوثية في هيلان فيما دمر طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات تعزيزات حوثية غرب هيلان وألحق بالميليشيا الحوثية خسائر فعاد فادحة في الأرواح والعتاد شهدت الجبهات الجنوبية والشرقية لمدينة تعز اندلاع مواجهات عنيفة خاضها أبطال الجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية وأكد مصر عسكري في محور تعز أن قوات الجيش الوطني فتحت جبهة قتال جديدة في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم جنوب شرق تعز وحققت فيها انتصارات مهمة مؤكدا سيطرة قوات الجيش الوطني على مواقع تبات الصالحين الاستراتيجية وقرية حبور وتدمير غرفة للقيادة وإدارة العمليات للميليشيا الحوثية في هذه المنطقة كما تمكن من تحرير تباب الخزان والقواعد والدبع والخضر وجاشع والقبابة والمشجح في جبهة الأحكومة وكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات لقي 18 من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني بجبهة مقبنة غرب محافظة تعز وأفاد مصدر عسكري أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب كسر هجوب عنيف شنته الميليشيا الإنقلابية على قرية الزنبيل بجبهة مقبنة مشيرا إلى أن المواجهات التي استمرت قرابة ساعتين أسفرت عن مقتل أكثر من 18 من عناصر الإنقلابية بينهم قياديان ميدانيان إلى جانب عشرات الجرحة وكانت قوات الجيش الوطني قد حررت قرية الزنبيل بمنطقة الطوير الأعلى في وقت سابق عقب معارك عنيفة تكبلت خلالها الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد استشهد مدني وأصيب ثلاثة آخرين بقصف حوثي استهدف قرى محررة حديثا في الجبهات الغربية من محافظة تعز وقال مصدر المحلي إن ميليشيا الحوثي أطلقت قذائفها نحو القرى السكانية المحررة في مديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز ما أسفر عن استشهاد المواطن عبدالسلام عبدالله أحمد العامري وإصابة ثلاثة آخرين جدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تلجأ إلى قصف الأحياء والقرى المقتضة بالسكان بهدف تخفيف ضغط الجيش الوطني عليها في جبهة القتال انتهى الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة